أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ وَإِن تَعُدْنُونَ يَعْبَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوكَا بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء الرابع في سلسلة أفلا تذكرون نحاول أيها الأحبة أن نتذكر في كل لقاء آية من آيات الخالق عز وجل وما أكثرها فهو القائل سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن لا يجعلنا نعرض عن آيات الله أو ننكرها أو نجحدها أو نغفل عنها لأن هذا الأمر عقوبته شديدة يوم القيامة إذن أيها الأحبة في كل لقاء نتناول آية ومعجزة من معجزات الخالق اليوم أحببت أن أتناول معكم آية من آيات الله في الفطرة السليمة ما هي الفطرة؟ نحن نسمع قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها هناك نظام عمل برنامج افتراضي معلومات مخزنة مسبقا في داخل كل مننا سماها القرآن الفطرة أنا طبعا قبل أن أقرأ عليكم الأبحاث والدراسات التي اكتشفت حديثا والتي أبهرت علماء الغرب حقيقة عندما أسمع قول الله تعالى وهو الذي أمرني أن أتدبر هذا القرآن عندما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لابد أن هناك شيء موجود في داخل كل مولود كل طفل ينشأ أو يخلق يخلق معه شيء معلومات معينة برامج معينة في دماغه يميز بين الخير والشر بين العدل والظلم بين الحق والباطل لابد أن هناك موجود أشياء يعني ولكن العلم لم يكشف هذه الأمور إلا في القرن الحادي والعشرين طبعا دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة حول المخلوقات اللطيفة وهي الأطفال الفطرة السليمة التي حدثنا عنها القرآن يكتشفها العلماء أخيرا في دراسات علمية حديثة جدا أيها الأحبة الملحدون يدعون أن الإيمان بالله تعالى من صنع البشر يعني كما يقول كبير الملحدين في بريطانيا ريتشارد داوكنز أن الدين هو صناعة بشرية هذا البحث الذي يأتي من أناس غير مسلمين يخاطبونه بلغته ليردوا عليه هذا الملحد يقول إن الرسل يكذبون على الناس بهدف السيطر عليهم أيضا يزعم أن الأديان من صنع الإنسان نفسه وأنه لا يوجد إله لهذا الكون ولذلك كما يقول في أفلامه وكتبه وبخاصة كتاب وهم الإله الذي بيع منه ملايين النسخ وترجم للغة العربية للأسف وبيع منه الكثير وكثير من الناس ألحدوا بسبب هذا الكتاب وهو يفتخر بذلك هذا الملحد ولكن سبحان الله يسخر الله من علماء الغرب من يكتشف تناقضات في قوله ترد عليه يقول إن البشر سعوا عبر آلاف السنين لجعل الأطفال يعني يتبعون دين محدد بتوجيه يعني من آبائهم وإلا الإنسان يخلق ملحدا هو يقول كذلك يقول إن الأطفال ملحدين بالفطرة ملحدون بالفطرة أي منذ ولادتهم هم يعني يولدون على الإلحاد طب المفاجأة أين أيها الأحبة لو كان كلامه صحيحا لرأينا أن العلماء عندما درسوا دماغ المواليد الجدد ودرسوا ردود أفعالهم وأخضعوهم الإختبارات كثيرة تتعلق بالإيمان والإلحاد لوجدوا أن الإنسان يولد فارغا ليس في دماغه شيء وأنه يتم برمجته تدريجيا عبر السنوات ليصبح تابعا لديانة معينة الحقيقة أيها الأحبة البحث الجديد يبين أن الأطفال يولدون وفي داخلهم معلومات ولا علاقة للوراثة بها وهي محددة بثلاث صفات أساسية يعني هناك ثلاث صفات يشترك فيها كل الأطفال المواليد الجدد أي كل البشرية بشكل عام الصفة الأولى الإيمان بالله الواحد حيث وجد العلماء أن الطفل يولد ودماغه مجهز بأفكار مسبقة محددة تقول له إن الله هو خالق الكون سبحانه وتعالى تقول له هذه الأفكار إن كل شيء له سبب مبدأ السببية موجود مخلوق معنا لا يستطيع أحد أن ينكرهم والفكرة التي يرتاح لها الأطفال هي فكرة أن الله واحد عندما تخبرهم أن الإله عبارة عن ثلاثة تضطرب عقولهم وهذا ما ترصده الأجهزة التي تقيس موجات الدماغ ونشاط الدماغ وبالتالي وجدوا أن دماغ الطفل أفضل ما يكون أن يكون أداؤه جيدا ومنسجما مع طبيعة هذا الطفل ويكون الأداء هادئ عندما تخبره أن الله واحد إذن الشيء الأول أن الإنسان يولد وفي دماغه الإيمان بالله الواحد هذا قانون أيها الأحبة الشيء الثاني أن الإنسان يولد ودماغه مبرمج على الصدق حتى أن أحد العلماء يقول إن النظام الافتراضي لهذا الطفل هو الصدق يعني تماما أنت مثل عندما تشتري الجهاز كمبيوتر هناك نظام افتراضي موجود في داخله النظام الافتراضي للإنسان هو الصدق وليس الكذب بمعنى آخر عندما درس العلماء خلايا الدماغ وجدوها مهيئة للصدق وأن دماغ الطفل مبرمج لكي يكون صادقا وليس كاذبا بل أكثر من ذلك يميز بين الخير والشر ويميز بين العدل والظلم منذ سن ثلاثة أشهر تصوروا الصفة الثالثة أيها الأحبة أن هذا المولود يولد طبعا هذا ينطبق على كل أطفال الدنيا ليس على ثقافة محددة أو بيئة معينة أو جنس أو عرق أو طائفة أو مذهبلة أي طفل في أي مكان يولد ودماغه مهيئ للتعلم لتعلم اللغة على عكس بقية الكائنات التي على رغم لديها أجهزة نطق ولكن لا تستطيع النطق مثل القرود لا تستطيع أن تبين أي شيء مثل معظم الكائنات ليس لديها وسيلة للبيان دماغ الإنسان مجهز بالمعلومات الدقيقة ليتعلم ويتكلم ويبدع القضية ليست قضية حنجرة وأحبار صوتية أو جهاز الصوت الجهاز موجود لدى كل الكائنات ولكن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي في دماغه برنامج لتشغيل هذا الجهاز الصوت هو الحنجرة والأحبار الصوتية وهذه المجموعة هنا إذن أيها الأحبة أنا الآن أستطيع أن أقول لكم أليس هذا بالضبط ما تعبر عنه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله يعني والله أيها الأحبة شيء يعني مذهل الحقيقة صحيفة التليغراف في عام 2011 نشرت بحثا مهما أيها الأحبة هذا البحث يؤكد أن الإنسان يؤمن بالله فطريا أو طبيعيا تقول هذه الصحيفة إن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو جزء من الطبيعة البشرية وجزء من تصميم الإنسان وهنا يعني أود أن أتذكر معكم قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إذن أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يعني منذ أن كان الإنسان في عالم الذر وقبل أن يخلق البشر قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى هؤلاء البشر وضع في داخلهم فطرة الإيمان بالله عز وجل وهو ما يكتشفه العلماء اليوم الدراسة الأخرى لجامعة أكسفورد تبين أن الإنسان بفطرته يؤمن بالله تعالى ويؤمن باليوم الآخر شيء غريب والله أيها الأحبة وهذه الدراسة قام بها أناس غير مسلمين وربما يكونوا ملحدين يقولون لقد أكدت بحدود أربعون دراسة منفصلة وفي بلدان متفرقة وتشمل ثقافات متنوعة يعني دراسة عالمية كبرى أربعين دراسة في بلدان متفرقة عشرات البلدان ثقافات متنوعة أجناس متنوعة هذه الدراسات قاموا بدراسة تحليلية لها تبينة أن البشر لديهم ميول طبيعي للاعتقاد فطريا بوجود خالق للكون وكذلك لديهم إحساس بوجود أو بنوع من اليقين بالآخرة أو اليوم الآخر يعني سبحان الله أيها الأحبة والله الإنسان يعجب طبعا هذه الدراسة منشورة بتاريخ 13 5 2011 ويقول طبعا هؤلاء الباحثون من جامعة أكسفورد إن الاعتقادات الدينية للبوذيين أو الهندوس أو اليهود أو النصارى وغيرهم تأتي حسب التعاليم التي يلقنها الآباء للأبناء وتختلف من ثقافة لأخرى يعني أنت لديك جهاز فيه نظام افتراضي النظام الافتراضي هنا في هذا الجهاز هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والصدق إلى آخره والعدل والخير كل هذا نظام افتراضي موجود في كل طفل تأتي البيئة المحيطة الأبوين والثقافة والمدرسة والتعليم والوسائل التواصل إلى آخره تأتي هذه التعاليم التي يلقنها الآباء للأبناء لكي تغير هذه الفطرة النقية وتجعل هذا الإنسان إما يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو كذا أو كذا سبحان الله مع العلم أنه يوجد في أعماق هذا الإنسان يعني يولد معه شيء اسمه الإيمان بالله الواحد والإيمان باليوم الآخر طبعا هذا يذكرني أيها الأحبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق علماء جامعة أكسفورد هذا ما يقولونه في بحثهم النبي ماذا قال قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة النظام الافتراضي الصحيح الذي هو الصدق والعدل والخير والإيمان بالله والإيمان بالآخرة هذه كلها مبادئ الإسلام إذن الطفل يولد مسلما لا يولد كافرا أو ملحدا أو بوذيا يولد مسلما ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجلسانه هذا الحديث رواه الإمام مسلم طبعا أيها الأحبة هذه التعاليم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ألا نلمس منها تطابقا كاملا بين الدراسة العلمية التي قامت بها جامعة أكسفورد والتي أنفق عليها ثلاثة ملايين دولار وشارك فيها الكثير من الباحثين من جامعات متنوعة أليس ألا تجدون تطابق بين هذه الدراسة وبين ما أنبأ به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا طب أنا أود أن أسأل كل إنسان ملحد سؤال بسيط أنت تؤمن بجامعة أكسفورد وتقتنع بها وهذه الجامعة تقول لك كل مولود يولد على الفطرة على النظام الافتراضي الصحيح الخير العدل الصدق الإيمان بالله الواحد الإيمان بالآخرة ويسمونها ميول فطرية أو ميول طبيعية طيب لماذا تصدق جامعة أكسفورد في كل شيء ثم عندما تخبرك بهذه الحقيقة التي تتفق مع ما جاء به القرآن والسنة قبل 14 قرنا تجحدها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني سبحان الله هكذا حال الملحد وصفهم الله وصفا دقيقا معبرا عما يدور في أعماقهم قال عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم عندما يأتيهم الحق واضحا يكذبونه هو يؤمن بأبحاث الغرب ومقتنع ومقتنع بها ولكن عندما يأتيه بحث يتفق مع القرآن والسنة يرفضه قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مريج يعني مضطرب متفاوت متناقض والله أيها الأحبة أمام هذه الدراسات أنا شخصيا لا أملك إلا أن أقول الحمد لله على نعمة الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون اشتركوا في القناة